مرحبا بنبدأ الجزء الثالث من البرنامج اللي هو الرياضة تكلمنا على التغذية والاخطاء الشعياء في التغذية وعن السمنة حين نبدأ التكملة احنا قلنا لازم في شيء نتكلم عليهم لازم نتكلم على التغذية نظام الغذائي والنظام الرياضي فبنتكلم في هذا الجزء على الرياضة الهوائية رياضة المقاومة وكيف نستخدم التكنولوجيا عشان تساعدنا في الرياضة وفي الخرافات المتشرة عن الرياضة اول حاجة الرياضة او النشاط البدني في عندنا ثلاثة انواع من انواع الرياضة عندنا الرياضة الهوائية في قوة وتحمل وفي بناء الاجسام في هذي مثلا The problem is obesity runs in our family يعني اللي سمنا حاجة براثية قال له الدكتور No problem is no one runs in your family لان ما في احد فيكم يسوي رياضة يعني فش الاشياء اللي مفوض نعرفها قبل ما نبدأ في الرياضة اول حاجة نتجنب نمط الحياة كسول يعني يجب علينا محاولة القيام بعض الانشيطة الترفية اللي تطلب مجهود جسدي مثلا بدل ما نروح ونقعد في الحديقة ونقعد على الكورنيش نروح نتمشى يعني نسوي اشياء فيها مجهود وفي نفس الوقت تكون فان يعني ما نستخدم المصعد المصعد او الإليفيتر المصعد او السلم الكهربائي نركن السيارة بعيد شوية ونتمشى للمكان اللي من نروح له لازم لما نختار الرياضة نختار حاجة نحبها حسب تفضيلنا ومقدرتنا الجسدية مثلا يعني انا ما ابدأ اسوي رياضة عالية الشدة وحس اني ارحقت نفسي بطريقة مخيفة وقديت نفسي عشان انا اصل الى الهدف بسرعة ادرج فيه حسب مقدرتي الجسمية وحسب مشاكل الصحية مثلا عندي ركبة مفصل مادرش فيه ما اروح اسوي يعني اجري على الجهاز المادر وين المشي بسرعة عالية وهذا يأثر على المفاصل مثلا يعني الاحسن حاجة نقدر نسويها نشترك لو كان بمكاننا يعني نشترك مع مدرب شخصي عشان يسوي لنا برنامج برنامج رياضي مدروس حسب نقول لها الاشياء اللي نحبها حسب مقدرتنا حسب حالتنا الصحية بشكل عام يعني طيب البرنامج الرياضي ضروري جدا فيه شيئين لازم عندنا هم الاثنين رياضة الهوائية ضرورية بقدر رياضة المقاومة هم الاثنين طيب شنو الرياضة الهوائية اول حاجة يسموها الكارديو او رياضة القلب هذه الرياضة المفروض لما انا احس بصعوبة في التنفس زيادة في ضربات القلب وبعدين ابدأ يصير عندي تعرق لمدة من الزمن شنو اهميتها انها تزيد من قوة القلب والرئتين زيادة القدرة على التحمل وحرق السعرات الحرارية وتقلل من الاكتئاب والتوتر هذول كلهم في الرياضة الهوائية فهي جزء مهم جدا من تزيد اللياقة البدنية بشكل عام يعني ما اطلع على الدرجة ما اقدر اتنفس تزيد اللياقة بشكل عام طيب شنو درجاتها في متوسطة الشدة زي المشي السريع والرقص وقيادة الدراجة بسرعة اقل من 10 كيلو في الساعة وفي التنس في عالية الشدة مثل الجري السباحة التنافسية في نط الحاب للرقص عالي الشدة وقيادة الدراجة اكثر من 10 كيلو في الساعة طيب الحين عشان نقرر بالضبط شي المطلوب منك تسوي عشان تقول انك يعني عندك كم من المفروض تسوي الرياضة عشان نوصل لهذا هم حسب الجامعية الامريكية تقول 150 دقيقة في الأسبوع 150 كيف نوزعها على ثلاث الى خمس جلسات يعني اسوي الرياضة ثلاث الى خمس مرات في الأسبوع لو بسويهم خمس مرات في الأسبوع يعني نص ساعة خمس مرات في الأسبوع السبت 30 دقيقة يعني نص ساعة السبت مثلا الخميس اسوي نص ساعة او اني خمسين دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع مثلا اسويها الأحد وبعدين الثلاثاء وبعدين الخميس بس خمسين دقيقة في الأسبوع الشدة متوسطة الى عالية الشدة كيف نعرف شدة الرياضة بالنسبة لنا يعني انا مؤلحين اقول لكم كلام ان هذه عالية الشدة متوسطة الشدة كيف اعرفهم يختلف من شخص للثاني عند بداية مماسة الرياضة وبعد منور فترة من الزمن يعني كل ما استمر الإنسان على الرياضة كل ما زادت لياقتها فيحتاج يزيد شدتها شوية في اختبار الكلام ان مثلا انا اجري على تردمل على هذا جهاز المشي فسرعة ثلاثة كيلومتر اتكلم بسلاسة معناته هذا تمريم الخفض الشدة لو بديت اجري على ستة كيلومتر تبدأ نبضات قلبي بالتسارع وابدأ اتعرك يعني احس بنبضات قلبي وهذه متوسط الشدة عشرة كيلو في الساعة دقات قلبي اصبحت سريعة جدا ولم اتمكن من اتمام جملة واحتاج لاخد نفس بعد كل كلمة من تمرين عالي الشدة مو اقدر اكمل جملة كاملة يعني فهذه بهذه الطريقة انا اعرف مدى شدة الرياضة اللي اسويها موسيقى